القرآن غيرني ونبهني وأحياني غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني بسم الله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متوكلين على الله ومهما ظهرت الأسباب أمامهم عائقة للوصول إلى هدفهم فإنهم كانوا متوكلين على الله متيقنين بالله وما جابه الناس ولا قاتلوا من نوأهم إلا بالله عز وجل بمعية الله بيّن الله لنا في كتابه صدقة وكلهم فقال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافهم وخافون إن كنتم مؤمنين وفي هذا السياق تحضرني قصة وقعت لي مع إخوة كنا مع بعض في سفر للدعوة إلى الله وسافرنا في ذلك تلك الأيام أظن في بداية التسعينات إلى الصومال وكانت في الصومال حروب شديدة ومشاكل كثيرة المهم أتينا إلى قرية من القرى وعزمنا السفر إلى قرية أخرى وكان هناك بعض من لا يحب الدعوة ولا يحب هؤلاء المنتقلين من بلد إلى بلد للدعوة إلى الله من يعتبرون من الفرق الضالة يعني فأرادوا أن يخوفونا ولهم الحق في التخويف لأنه في ذاك الوقت لا توجد دولة ولا حكومة وسقط النظام وكل من يريد أن يفعل شيئا يفعل فرميت إلينا ورقة مكتوبة فيها أن نعرفكم جئتم للضلال ولكذا وإذا ما رجعتم من حيث أتيتم فنحن نقف لكم في الطريق ونقتلكم والإخوة اللي كانوا معي يعني معظمهم كانوا من قطر فتشاورنا في الموضوع ماذا نفعل أمامنا طريقا طريق نرجع إليه وهو سليم ومكان آمن أتينا منه في نفس بلاد السومار والطريق الآخر هو أن نصل إلى هدفنا ولا نبالي بهذا التهديد والتهديد واقع فلما أخذنا في الشورى وكل يدلي برأيه إذ بواحد من الجالسين يقرأوا هذه الآيات الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان وأشار بأصبعه إلى الورقة إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين طبعا سبب إنزالها في الحادثة التي وقعت عند النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أنزلها في هذا الواقع وكما أنتلى هذه الآيات كأننا ظننا أنها أنزلت الآن ولحالتنا ولأننا أيضا في طريق الدعوة إلى الله نحن لا نذهب إلى تلك البلاد من أجل شيء من أشياء الدنيا وإنما نمشي للدعوة إلى الله عز وجل فعزم الجميع على المضي قدما وعدم الخوف من مخلوق وأن يتوكلوا على الله وفعلا توكلنا على الله وركبنا ذلك اللوري الكبير الذي يحمل فيما يحمل من المعز والبشر وكلها في مكان واحد وسافر بنا في تلك الفياف ورأينا بعض من هؤلاء المسلحين قد ركبوا معنا ولكن الله قد أزاح عن قلوبنا كل خوف واطمأننا إلى الله فوقع لنا ما ذكر الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وإن شاء الله واتبعنا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فهكذا أوسي إخواني إن شاء الله خاصة في باب الدعوة إلى الله التوكل على الله وعدم الاعتماد على النفس فالله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين خصوصا في الدعوة الأنبياء ماذا قالوا وما لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمنا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ونوح عليه السلام إني توكلت على الله هود إني توكلت على الله فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنذرون يعني يقول يقتلوني لا 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 تنتظروا ولا لكن لا تستطيعوا أن تفعلوا شيء لأن الله معي الله يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى وجزاكم والله خير والسلام عليكم ورحمة الله القرآن غيرني ونبهني وأحياني غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني سمت به في عواليها بصوت خاشع حاني فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني شركات في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة